استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الجمعية الوطنية الإفوارية والوفد المرافق له حيث أكد مدبولي تطلع الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات كما تطرق الاجتماع إلى اتساع نطاق مجالات التعاون المشترك بين البلدين وأكد رئيس الوزراء دعم وتشجيع القطاع الخاص المصري لإقامة شراكات في المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة لكودفور مستعرضا في هذا الصدد الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية من جهته أشار رئيس الجمعية الوطنية الإفوارية إلى تطلعه لجذب المزيد من الشراكات المصرية للاستثمار والعمل في السوق الإفوارية بما يعكس العلاقات القوية مع مصر وفي ظل تبني كودفور لسياسة التعاون الجنوب جنوب